السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزاء الطلبة في برنامج التعليم عن بعد لمدارس الهدي المحمدي سوف نتحدث اليوم صف التاسع في مادة التربية الوطنية عن الاهتمام العالمي بالتراث بداية نستذكر جميعا ما قد تناولناه في الحصة السابقة من مفهوم التراث وقلنا بأنه ما خلفه لنا الآباء والأجداد سواء كان هذا التراث وعبارة عن تراث مادي أو تراث معنوي إضافة إلى أن التراث هو الموروث الحضاري الذي يشمل كل ما خلفه الأجيال السابقة لنا وتجتمل على عدد من الأشكال والأخبار والتراث المسموع أو المكتوب أو النقوش أو المجالات المادية والمعنوية ولكن عندما بدأنا بالحديث عن أهم الأخطار التي بدأت تواجه هذا التراث نظرنا إلى العوامل الطبيعية كعامل أساسي مهدد لهذا التراث ولا أن يقتصر ذلك على فقط العوامل الطبيعية وإنما يتعدى إلى وجود العامل البشري الذي بدأ يسبب خطرا كبيرا لهذا التراث لذلك ما هو مصير التراث في ظل الحروب والنزاعات؟ في ظل عدم الاهتمام بها في ظل أعمال الهدم والتخريب في ظل وجود قلة الوعي لدى المواطنين بأهمية التراث بدأت الاهتمام العالمي بالتراث من بعد الحرب العالمية الثانية وأن يرجع السبب الأساسي إلى اهتمام العالم بالتراث النتيجة لما تعرض له العالم والكثير من المواقع الأثرية إلى الخراب والتدمير في ظل الحرب العالمية الثانية والاهتمام بدأ بشكل كبير من خلال التخريب والتدمير الذي تعرضت له هذه المناطق ونستذكر بقولنا فيما سبق بأن من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل لذلك بدأت العديد من المنظمات والجمعيات والاتفاقيات الدولية تساهم في الحد من عمليات الإهمال المواقع الأثرية وبدأت تحافظ على المواقع الأثرية بشكل عام لذلك برز بشكل كبير اليونسكو كلا كان له دور أساسي وبارز في فكرة حماية التراث العالمي ولكن ما هي اليونسكو؟ كلنا نعلم بأن اليونسكو هي من أهم المنظمات المختصة التي تتفع إلى منظمة الأمم المتحدة وهدفها الأساسي هو المساهمة في إحلال السلم والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والثقافة وإحلال الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون ومبادئ الحرية وإرساء مبادئ الحرية وحقوق الإنسان لهذا بدأت منظمة اليونسكو في دعم العديد من المشاريع التي تساهم في حفظ التراث العالمي كان من أهم هذه المشاريع اتفاقيات التعاون العالمي من أجل حفاظه على التراث العالمي والتراث الطبيعي وركزت بشكل أساسي أيضاً المنظمة اليونسكو على حماية حقوق الإنسان والتي تسعى إلى تسجيع التعرف على التراث الثقافي والطبيعي والحفاظ عليه لذلك تجسدت هذه الاتفاقيات في مجموعة منها أهمها اتفاقية عام 1957 اتفاقية عام 1957 كانت تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلحة إضافة إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والتي كانت في عام 1975 وأيضاً اتفاقية حماية التراث الغير مادي وكانت ذلك في عام 2006 أيضاً هناك مجموعة من الدوائر العامة التي تختص بالآثار وهي على مستوى إما دولي أو عالمي فها هي مثلاً الجامعة الأردنية الجامعة الأم تعمل دائرة الآثار العامة بالتعاون مع هذه الجامعة الأم ومعهد الآثار والأنثبولوجيا في جامعة الياي تليرموك على حماية التراث بشكل عام ولكن كيف تعمل هذه الجمعيات والجامعات على حماية التراث تعمل من خلال صيانة المواقع الأثرية ترميمها بث التوعية بين المواطنين إضافة إلى أنه يوجد داخل الجامعة الأردنية متحف التراث الشعبي وهو مفتوح أمام الطلبة كي ينشروا الفكر أو يتعرفوا إلى التراث الموجود داخل الدولة أو إلى إشكال التراث وإضافة إلى العديد من المجسمات وغيرها التي تعكس التراث المادي والمعنوي في نفس الوقت أما إلى دولتنا العظيمة إلى مملكتنا الهاشمية إلى منبع التراث العالمي فها هي تضم الأردن العديد من المواقع الأردنية التي تدرج على قائمة التراث العالمي والتي لها أثر كبير ويتم دعمها من قبل اليونسكون فها هي المدينة الوردية إحدى عجائب الدنيا السابع التي تم إعلانها كإحدى عجائب الدنيا السابع في 7-7-2007 وذلك لأنها هي المدينة الوردية أو المدينة الأثرية المتكاملة المنحوطة في الصخر الرملي الملون وقد فازت بالمرتبة الثانية كأحد عجائب دنيا السابع وتم اعتمادها كالبتراء كأحد أهم مواقع التراث العالمي في عام 1985 ويرجع السبب إلى اعتمادها لما تحتويه من مواقع أثرية متعددة تساند هذه المدينة إلى الحضارة العريقة ألا وهي حضارة العرب الأنباط التي دامت بحدود سبع قرون أما بالنسبة إلى قصر عمر هذا القصر هو أحد القصور البادية الشرقية أنشئة في عهد الأمويين في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أهم ما يشتهر به هذا القصر ألا وهو الصور النقوش التي تضمنت التراث القديم والتي تبرز ما قامت به الحضارات القديمة الحضارة الأموية إضافة إلى أنها يوجد النقوش والصور تعكس طبيعة العادات والثقافات لدى الدولة الأموية من مشاهدة في رحلات الصيد الحيوانات التي كانت توجد في المنطقة منها السود والنمور والغزلان والنعام وغيرها والتي تعتمد هذه المقصر عمراء يعتمد كأحد المواقع التراث في عام 1985 وقد اكتشفه بعثة علمية برئاسة لويس في عام 1898 أم الرصاص ألا وهي التي تقع إلى جنوب شرق مادبة ودرجت أم الرصاص كأحد المواقع التي على قائمة التراث العالمي في عام 2004 وذلك لأنها استنفت العديد من الشروط أو المعايير للتراث العالمي أهم ما تحتويه أم الرصاص أنها تحتوي على تحفى من العبقرية الخلاقة للإنسان نظرا للصفات الفنية والتقنية للفسيفساء الموجودة على أرض كنيسة القديس أصطفان وأيضا لأنها مثال كامل لأبراج عامودية وترتبط ارتباط قوي بالرهبانية وانتشار التوحيد ويضافة إلى وجود الكنائس ويوجد برج بيزنطي وهي ملاذ للنساك الباحثين عن التوحد بقصد العزلة والتعبد في ذلك الوقت أما إلى وادي رم أحد المناطق السياحية الرملية التي تقع شمالي مدينة العقبة وهي توجد فيها نقوش عربية قديمة تشكلت فيها بدايات الخط العربي إضافة إلى أهم ما تمتاز به المدينة الروادي رمل ألا وهي الممرات الضيقة، الأقواس الطبيعية، طبيعة الأراضي الرملية التي تساهمت في نشر السياحة وتطورها من خلال عمليات التخييم وغيرها وجود الكهوف، الانهيارات الأرضية كل هذا الأمر يعكس التراث القديم ويمين مدى علاقة الإنسان وتفاعله مع البيئة الطبيعية من خلال البقايا القديمة التي تؤرخ وجود الإنسان في هذه المنطقة لذلك قد أدرجت منطقة وادي رم كأحد مناطق التراث العالمي في عام 2011 بوصفها موقع مختلط للطبيعة والثقافة أما بالنسبة إلى موقع الحج المسيح أو وهو موقع المعمودية المختص وهو الذي يقع على بعد 9 كيلومتر من شمال البحر الميت ويضم منطقتين أثاريتين رئيسيتين هما تل الخرارة ومنطقة كنائس يحن المعمدان قرب نهر الأردن وهو موقع قريب أو الذي يعد المختص أو الموقع كأحد أو اعتمد موقعا للحج المسيح ويمتاز المختص بالعديد من الصفات أهمها أن آثاره تعود إلى العصر الروماني والبيزنطي مثل الكنائس والمعابد الصغيرة والدير والكهوف وغيرها إضافة إلى أنه يوجد فيها أماكن للنساك ووجود البرك المائية المخصصة ومما يدل على الأهمية الدينية حيث أصبح هذا المكان أو الموقع المختص مقصدا للحجاج المسيحيين وأدرج على قائمة التراث العالمي عام 2015 وهذا يدل على أهمية المواقع الأثرية الموجودة في الأردن إضافة إلى أن الأردن هي عبارة عن مكان يرمز إلى وجود التراث العالمي وهو موطن للحضارات المختلفة التي يوجد فيها العديد من الحضارات والتي على اختلافها سواء كانت نبطية رومانية يونانية وغيرها وهذا يعمل على تنشيط السياحة ويدل على ما خلفه لنا الأجداد من حضارات مختلفة في نهاية الدرس أتمنى أن يكون قد تضح لكم الدرس أي استفسار يرجى مراجعتي على خاص شكرا لكم تعاونكم